تعز ما إن تنفك عن أزمة حتى تدخل بأخرى حصار مطبق على المدينة تقوم به الميليشيا قصف على الأحياء السكنية وحالة اجتماعية ومعيشية متدهورة في جديد الأحداث تظاهر المئات في المدينة للمطالبة بمحاسبة من وصفوهم بالفاسدين وعزلهم من مناصبهم رافعين لافتات وشعارات شعارات تندد بما اعتبروه عبثا في إدارة المحافظة ومؤسساتها المتظاهرون طالبوا بحماية المواطنين وممتلكاتهم وتطبيع الأوضاع واستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الحراك المجتمعي ومنذ أكتوبر الماضي لم يتوقف حيث يخرج أبناء المحافظة بمسيرات إسبوعية منددة بالفساد والمحاصصة الحزبية ومطالبة بصرف مرتبات الموظفين السلطة المحلية أعلنت في وقت سابق استجابتها لمطالب المحتجين مؤكدة إحالة 12 مسؤولا في المحافظة إلى التحقيق بتهمة التورط في أعمال فساد لكن المحتجين قالوا إن مطالبهم الرئيسية لم تنفذ بشكل جذري أهمها إلغاء ومراجعة التعيينات في كافة مكاتب السلطة المحلية واستبدالها بالكفاءات وإحالة قضايا الفساد للقضاء وأجهزته لم تتوقف المطالبات عند هذا الحد بل ندد المتظاهرون أيضا بتدهور الخدمات وطالبوا بوقف نهب الأراضي والمنازل ومحاكمة المتورطين بجرائم جنائية وإعادة المنازل المنهوبة وتعويض ملاكها حالة كبيرة إذن من الإنقسام وعدم الاستقرار تعيشه محافظة تعز ومطالبات عديدة للشرعية بسرعة تطبيع الأوضاع وتحرير المحافظة التي تعاني كل يوم من ويلات ثلاثية الصراع والحصار والفساد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة